يضيق الخناق على وجود فرنسا في معقلها العسكري الأخير في إفريقيا فقادة الانقلاب في النيجر انتقموا من التحركات الفرنسية المناهضة لانقلابهم بفضل شراكات عسكرية مع باريس إذا ألغى المجلس العسكري عددا من اتفاقيات التعاون في مجالي الدفاع والأمن بين الجانبين تتعلق خصوصا بتمركز الكتيبة الفرنسية في البلاد وافقت نيامي العام الماضي على إعادة نشر مئات الجنود الفرنسيين الذين انسحبوا من مالي ويبلغ عدد القوات الفرنسية اليوم هناك نحو 1500 جندي تعد النيجر قاعدة رئيسية لقوات الفرنسية الموجودة هناك بوابة محاربة أنشطة تنظيمات الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء تمتلك باريس القاعدة الجوية 101 كمحور لعملياتها وهي تقع بالقرب من مطار ديوري حماني الدولي وتعمل بمهمة مشتركة للقوات الأمريكية والفرنسية ويتمركز في هذه القاعدة جنود فرنسيون وأمريكيون إلى جانب أفراد من دول الاتحاد الأوروبي للقيام بمهام من تدريبية عسكرية ومدنية بعد الانقلاب أكدت فرنسا أنها لا تخطط لإجلاء جنودها من النيجر البلد الذي تختبر فيه نهجها العسكرية الجديد في منطقة الساحل والصحراء بعد انسحابها من مالي وفقدانها ظهيرها في بوركينا فاسو لكن النفوذ الفرنسي في أفريقيا وامتيازاتها هناك مهددة فثلاث من مستعمراتها السابقة في القارة تريد الخروج من العباءة الفرنسية والمنافسون متاهبون لملء الفرغ